السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة أبنائي الطلاب درس اليوم سيكون الأعداد 6-7-8 للصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الأول فكرة الدرس أعد الأعداد 6-7-8 وأسميها وأميزها باستعمال أشياء ملموسة ورسوم توضيحية المفردات 6-7-8 عندي المجموعة الأولى 1-2-3-4-5-6 بإمكاننا بهذه طريقة العد للحصول على المجموع مجموع هذه الهدايا 6 يكتب الستة رقما وكتابة بهذه الصورة هذا رقما كتابة عدد البالونات 1-2-3-4-5-6-7 إذن العدد رقما بهذا الشكل 7 1-2-3-4-5-6-7-8 يكتب بهذا الشكل رقما وكتابة إذن عندي هذه الأرقام 6-7-8 نقوم بحل بعض التمارين لتوضيح هذه الأعداد للطالب والطالبة نبدأ بالسؤال الأول يعد الطالب الأشياء وينطق العدد ثم يستعمل قطع العدد الملونة ليمثل العدد نفسه في البداية نقوم بعد هذه الأشياء 1-2-3-4-5-6 إذن عددها 6 ونقوم بكتابة العدد 6 كتابة 6 ورقما بعد ذلك نقوم بتمثيل العدد نفسه بقطع العدد الملونة 1 2 3 4 5 5 6 ننتقل الآن إلى السؤال الثاني بنفس الطريقة نقوم بالعدد أولا 1 2 3 4 5 6 7 إذن نقوم بكتابة العدد 7 ويكتب رقما بهذا الشكل ثم نقوم بتمثيل هذا العدد بالقطع الملونة 1 1 7 قطع 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 ونقوم بكتابتها رقما نقوم الآن بالتمثيل بقطع العدد 8 قطع 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 14 15 16 17 17 18 20 20 21 22 22 23 22 24 25 26 26 26 27 22 27 28 27 30 30 30 30 30 30 30 32 اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة هذا بالنسبة إلى سؤال أربعة بنفس الطريقة سؤال خمسة نقوم بعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن عددها سبعة نقوم الآن بتلوين سبعة مربعات واحد اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ننتقل الآن إلى سؤال ستة ستة سؤال ستة أيضا بنفس الطريقة نقوم بعد هذه القبعات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن عددها ثمانية نقوم الآن بتلوين ثمانية مربعات ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن يكون هذه المربعات كاملة تلوين هذه المربعات بالكامل أن عددها ثمانية هذا بالنسبة إلى سؤال ستة ننتقل الآن إلى سؤال سبعة والأخير يعد الطالب الأطباق وينطق العدد ثم يكمل الرسم ليكون عدد الأطباق ثمانية قد نقولها في البداية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن عددها خمسة ثم نكمل الأطباق حتى نصل إلى العدد الثمانية ستة سبعة ثمانية ونقوم بتلوين هذه الأطباق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا بالنسبة إلى سؤال سبعة خمسة ستة سبعة ثمانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر